اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل مواصلة الجهود لتعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة الدولية لسباقات الخيل مشيرا سموه الى استمرار مساعد تطوير للدفع بقطاع سباقات الخيل لمستويات اكثر تقدما على مختلف الصعود مثمنا الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السموب الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى حضور سموبه لسباق كأس البحرين للخيل الذي اقيم هذا اليوم على مضمار ليوبارستاون الارلندي ضمن سلسلة سباقات البطولة البحرينية الارلندية الملكية للخيل التي تقام للعام الثاني على التوالي حيث اشار سموبه الى دور مملكة البحرين الريادي في دعم قطاع سباقات الخيل على المستوى الدولي بما ينعكس ايجابا على المشاركات التي تستقطبها المملكة والخبرات التي تكتسبها على صعيد الاعداد والتنظيم لافتا الى ان السباق المقام على مضمار ليوبارستاون الارلندي اضفى بعدا جديدا في مسار الاستراتيجيات التطويرية التي ينتهجها النادي من خلال تحقيق هدف الارتقاء بتصنيف السباقات التي تتم استضافتها والمشاركة فيها ودعمها باعتبار السباق ضمن التصنيف الدولي الاول ويشهد مستويات عالية من التنافس القوي بين الفرسان والجياد المشاركين الى جانب المتابع والحضور المتميز للملاك والمدربين من مختلف انحاء العالم واضاف سموبه ان السباق يأتي امتدادا لما يربط مملكة البحرين وجمهورية ايرلندا الصديقة من علاقات تعاون وطيدة في شتى المجالات ومنها الفروسية وسباقات الخيل معربا سموبه عن تقديره لجهود القائمين على تنظيم السباق بصورة المميزة والتي ترسخ لمزيد من التعاون المثمر بين نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وهيئة مضمار ليو باردستاون الارلندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة